قرارات جديدة افتتح بها الرئيس هذه السنة الجديدة تخص محافظة تعز أقال هادي المحافظة السابق أمين محمود وعين بدلا عنه نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية في حكومة الوفاق كما قد القرار بتعين اللواء سمير الحاج قائدا لمحور تعز بدلا عن اللواء خالد فاضل شمسان هو المحافظ الرابع لمحافظة تعز خلال سنوات الحرب الأربع التي تعيشها المدينة والبلاد شك سابقه من ضعف تقديم الدعم قبل الحكومة والتحالف وقال بعضهم بشكل صريح إن التحالف يمنع تحرير المدينة ويدعم تشكيلات مسلحة خارج نطاق الدولة فماذا سيفعل شمسان؟ ملفات تقيلة بانتظار الرجل أبرزها استكمال عملية التحرير وضبط الأمن داخل المدينة وأرياف المحافظة حيث تعيش تعز وضعا مأساويا من الناحية العسكرية والاقتصادية والإنسانية الخلافات داخل الجيش والتنظيمات السياسية في تعز أثرت بشكل سلبي على طبيعة الوضع في المحافظة وتسببت في انقسامات خطيرة وصلت مستوى غير مسبوق فهل سيستطيع الرجلان تجاوز هذه التحديات وإعادة ترتيب أولويات المحافظة وفق المصلحة الوطنية؟ فقد طالت الحرب في تعز وبات هم أبنائها الإنعتاق من ربقة الحصار والقصف العشوائي الذي أوصله الحوتيون إلى كل حي اللواء محسن خسروف قال في وقت سابق لبرنامج المساء اليمني إن قرار تحرير تعز موقف بفعل فاعل تعز أنا أتحدث عن الكلام هذا منذ أربع سنوات هي مفتاح النصر تعز هي الطريق السريع إلى صنعها لكنها معطلة بفعل فاعل فهل سيرفع هذا الحضر أم سيستمر القادة الجدد في لعب دور قفازات الاستخدام ثم سرعان ما يستغنى عنهم كثيرون في تعز أبدوا تفاؤلهم من تعيين قيادة مدنية وعسكرية جديدة للمحافظة ومع أهمية كفاءة الشخصيات التي ستقود القرار في تعز إلا أن رفع الحضر من قبل الرياض وأبوظبي وهادي على هذه المحافظة هو مربط الفرس إذا ما أريد لهذه المدينة أن تتنفس اشتركوا في القناة